السلام عليكم ورحمة الله كيفكن حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير اليوم يا حبايبي بعد ان شاء الله رح نعمل مع بعض او اخترت اعمل معاكن طبق المندي طبعا اغلب البلدان او الدول بيعملوا هيدا الاكلة او هيدا الطبق ولكن هيدا الطبق اصوله يمنية يعني اكلتنا اليوم اكلة يمنية او طبق يمني من عند اخواننا اليمنيين منوجه لهم تحية لاخواننا اليمنيين ومنقول لهم الله يزيل همهم ويفرج عنهم وينهي حربهم ويشوفوا السلام تعالوا نروح على المقادير بعد ما نسمي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اول شي معانا البهارات البهارات عندي معلقة صغيرة او ربع معلقة فلفل ابيض عندي رمفل عندي ملح وعندي ورق غار ورقتين وعندي ارفة عودان وعندي زنجبيل معلقة صغيرة مكعبين ماجي وعندي هيل فيكن تستخدمها او الناعم وعندي حلبة عفوان حلبة وعندي جوست الطيب نص معلقة صغيرة هدول ابهارات المندي طبعا والماجي اختياري مو اجباري وعندي كمان زعفران او ملون طعام ولكن هو زعفران بودرة او حط عليه ربع كباية شاي ومعلقة طعام كبيرة ربع كباية مي شاي وعندي كمان كركم كمان ربع كباية مي او صغيرة او وعندي كمان كركم معلقة كبيرة طعام طبعا حاللتم بالمي انا وعننا كمان حبتين دجاج مقطعتن وغسلتن منيح منيح طبعا انتو فيكن تستخدموا دجاج معاها او تستخدموا لحمة يعني شي اختياري انا رح اسوي المندي اليوم بالدجاج وعندي رز كبسة طبعا كالعادة مغسول ممنوع كيلو كامل وعننا كمان نصف كاسة شرب زيت طبعا هيدا اكتر من نصف كاسة رح اخد كميتي منه طبعا هيدا الاكلة بتنعمل بالدجاج واللحمة يعني هاد او هاد اول اشي انا بجيب ربع مكعب ماجي بضيفه على الزعفران طبعا الزعفران اذا كان عندك بودرة عادي او اذا عندك شعر الزعفران فيك كمان تستخدمي تنقعي وتاخدي ميتو ضفت عليهم الفلفل الابيض مش فلفل اسمار فلفل الابيض يعني اقل من ربع المعلقة الصغيرة بحرقهم منيح هيك وبضيف عليهم سنة ملح صغيرة يعني ربع معلقة ملح صغيرة ربع معلقة صغيرة وبرجع بحرقهم تيتجانسوا مع بعض لانه ما بدي يكون معي الخليط مالح ضفت ربع ماجي وضفت ملح وهلا راح ادهن فيو الجاج او الدجاج طبعا انتو حرين فيكن تستخدموا دجاج كامل او تستخدموا فخاد او فخاد وصدورة يعني اللي بتحبوا انتو وفيكن تستخدموا اللحمة بدل الجاج يعني هلا متل مو شايفين راح ادهن انا الجاج من بره ومن جوه بالزعفران او الملون هذا بدهنهم منيح منيح وبحاول اعطيهم كمية يعني منيحة يعني تيشربوا ويتغلغل بقلبهم ويصبغ اللون اللي انا طبعا بدي ادهن الدجاج كله اللي عندي واضمن انه اخد تلوينة وتشرب منيح هايدي الاكل اخواني بعملوها اليمنيين تحت الارض بطبخوها وبحضروها يعني حت دجاج والرز كله بطبخوه تحت الارض ولكن احنا ما عنا هذيك الامكانيات لنطبخها تحت الارض واكلك طبعا نرغبة ومنحبة عادي فينا نسويها بالبيت وبالامكانيات اللي عنا وان شاء الله بيطلع طبق شاهي مثل اطباؤن وطيب وبتطلع بنتيجة حلوة كتير رحكمل باقي الداهن انا وبرجع بورجيكم شو رح نعمل كمان بعدين هلا انا هيك بكون عندي الدجاج ضمنت اني اعطيته لونه وحقه وتشرب معي منيح هلا بعد ما ندهنه نحنا بهيدا الملون او الزعفران بجيب سيخ الشوي اللي هو خشب بصير بعمل سقوة بالدجاج بحاول يعني حاول اني اسقبها من قلبها ومن برا عشان اضمن انه رح تستوي معي بسرعة واليوم انا لاني رح احضره على البخار يعني رح استوي الجاج على بخار المي عشان ما بدي اخسر شوي من خواصه وفوايده فيكن انتو بعدين بقلكم شو تعملوا اذا ما بكن تعملوا على بخار المي عادي بتطبخوه مثل اي فروج عادي او دجاج او اللي ما عنده سيخ الشوي فينه يخزق الجاج بسكين عادية المهم تخزقيه منيح من برا ومن جوا طبعا انا رح ارجع للسيخ لانه صقوبه ما بتبين قد ما خزقتي في الجاج او عملت فيه صقوب هلا بعدين بجيب بعد ما خزقتهم كل لون وبجيب طنجرة بعبية مي باردة او سخنة ما بتفرق المهم المي تكون يعني بدنا نستخدمها بعد ما تغلي بحط المي طبعا انا عندي مي سخنة رح استخدم مي سخنة اسرع لالي وللوقت يعني عندي هيدا الواعة اسمها هي ابل مرة انا قلتلكن اسمها كسكاس او مصفاي هيدا بدي حطه انا فوق الطنجرة اللي ميتة عم تغلي تكون على قدة بالضبط واللي ما عنده هيدا المصفاي فينو يستخدم اه يجيب ورق اصدير ويحطه فوق الطنجرة بس يعمل سقوب بورق السلفان او الاصدير ويحط الدجاج فوقه متل ما عم بعمل انا يعني مو شرط يكون عندك هيدا المصفاي تعملي اه هلا انا بدي حط الدجاج كله وابدي اه غطي الدجاج بورق الزبدة والسلفان ومثل ما قلتلكن اللي ما عنده هيدا المصفاي فينو يستخدم اه يحط طنجرة عم تغلي بالمي بعد ما اتغلي منحط ورق السلفان او اصدير عليها ومنحط طبقة الزبدة فوق السلفان ومنخزئن التنتين او منعمل سقوب فين وبعدين منلف الجاج مع المي كله الطنجرة مع بعضها ورق الزبدة والسلفان كمان بمشي الحال واللي ما عنده هايدي الاشياء فينو يسلو الجاج بالمي اول مرحلة اه ما في داعي لا يستخدم هيك يعني هلا انا لفيت الطنجرة كله بالسلفان اه تأضمن انو البخار ما يطلع منا وكله يفوت لقلب الجاج هلا انا هيك لفيته للدجاج وخليته ساعة لا عفوا خليته نصف ساعة كان مستوي معي لاني انا ضغطته مني هلا هو استوي معي هيك بعد نصف ساعة انا رجعت له فيني اللون والمي اللي نزلت منه انا كان فيني استخدم المي للرز بس ما بدي اياه عشان هيدي تلوين تجاج نزلت بقلب المي وما فيني اشتغل فيها لاني بدي رز ملون مو رز اصفر هلا انا بجي بفضل المي اللي كانت معي وشفتوني شلت الدجاج على جنب اه بدون ما افتح الغطع عنه لانه تركته نصف ساعة اه على المي او مية البخار وحطيت اه سيخ الشوي بقلبه فحسيته رح يستوي خلاص بشيله تكمل استواه هلا مع الرز هلا انا حطيت زيت وبدي حمر الرز او قلبه او قليه زي ما انتو بتسمو المهم حمر شوي الرز هلا انا هون بقى بضيف البهرات اللي كانت معي بالاول هلا بضيف البهرات اللي شفتوها والماجي زي ما قالت لكم اه مو اجباري اختياري وازا استخدمت اللحمة فيكن كمان تستخدم مو مرء الدجاج اللحم عفوا الماجي الباللحم يعني مو اجباري اه هلا انا اه ام كسر المكعبات فيكن تستخدم مو ماجي بودر هو مو ضروري يعني مو من اه مو من بهرات المندي يعني ولكن اضافة يعني بحط كل المكونات اللي معي والهيل زي ما قالت لكم فيكن نعم فيكن حب ما في مشكلة طبعا هاي كمالة الرنفل عن فضية وبحط تقريبا معلقة طعام ملح لانه انا ضايفة ماجي هلا بقلبهم مع البهارات والزيت والريز مشان يتقلوا ويعني ياخدوا حقهم بالاستوى والعفوا والنكهات تتجانس ومثل ما قالت لكم فيكن تسلقوا الجاج بالماء بعدين طبعا مع البهارات اللي انا حطيتها اول الامر وبعدين بس قريب يستوي نص استوي الدجاج بتسحبوا من الماء وبتطبخوا الرز بالماء هيدا مثل هيك وبعدين بتلونوا الدجاج ويعني بتحطوه بالفرن مثل ما رح تشوفو هلا بعدين المهم فيكن تعملوها يعني ما بدا مشارط نفسي تطبقوها فيكن تستخدموا اي شيء يعني بتصير معاكن ان شاء الله طبعا هلا متل مو شايفين انا ضفت المي مي سخنة فيك تستخدم معادي مي باردة ما في مشكلة ولكن لا تطلعي المي عن سانتي واحد عشان هلا انا رح رجع الدجاج على الرز ورح وهدي الغاز ورح يعطيني مي للرز فبضمن انه اخد حقه من بخار الدجاج او البخار فرح يتضاعف المي هلا هيك انا كشفت عن الدجاج مستوي معي وما احلا يعني صار جاهز اني شو حمرو انا هلا هون جيبت صنية حطيت ورق زبدة عليها وحطيت الدجاج زي ما هو هلا بدي حطه بالفرن تقريبا عشر دقيق بس لا يتحمر بس مشان اخد اللون للدجاج الاحمر شايفين مستوي نص ساعة صدقوني وتقريبا نص ساعة وبعد ما حطيته على الرز كمان تقريبا ربع ساعة بس مشان يشرب البهارات هلا هون عندي الرز كمان استوى مستوى كامل يعني قبل ما يستوي الرز بعشر دقايق هلا منبلش نضيف الزعفران عليها طبعا كيف ما بتكون انتو بتحطوا الزعفران يعني اذا بتحبوا الرز احمر كتير يعني بتساوي خطوط كتير وزا ما بتكون يعني يكون ملون مثل هلا انا ما رح اعمله يعني بتوزعوا الزعفران والكركم زي ما عملت انا هلا هلا انا اول شي حطيت الزعفران وهلا رح حط الكركم اللي شفتوا معي باول الفيديو الرز طبعا بعد ما من عفوا نسقط الرز ومنحط فوق الجاج رح طبعا البهارات اللي حطيتها مع الرز من طريقة السقوب اللي بقلبه تعيتي المصفاي طبعا للدجاج رح تطلع النكهات كلها لقلب الجاج وياخد حقه بالابهارات المضافع الرز يعني ما تخافوا انه كل واحد يكون طعمه لا المصفاي فيها سقوب رح يفوت من قلبه ابهارات وطعمة الابهارات طبعا المندي ورح يتشرب بقلب الجاج ويعطيه طعمته للمندي هلا انا هيك بتركهن عشر دقايق بس تأخدوا لون والرز يستوي معي على الآخر عبان ما يستوي الرز والصينية تطلع من الفرن تبع الدجاج رح نسوي الدقوس اللي بنحط جنب المندي اليمني فلافلة مقطعة واحدة حبتين بندورة مقطعة كمان كبار وحبة بصل كبيرة مقطعتة كمان وعندي بقدونز يعني دوب 12 عود او 12 حبة عندي حبتين نتوم وعندي كمان اللهم صلى على محمد وقالي محمد اشر الليمون اشر الليمون بس يعني فيكن تستخدمه هذا والاصفر عادي وفيكن تستخدمه فلفلة حدة او حلوة يعني انتو شلون بتحبوا الاكل سبايسي او عادي هلا كلهم هدول رح اخلطهم مع بعض بالكبة او محضرة الطعام اللي ما عنده هايدي الكبة فينهم يخلطهم على الهند بلندر او المكسر او في كتبورشية برش عادي هلا هيك انا صارت عندي جاهزة هايدي طبق بتقدم مع المندي اسمه الدقوس فيكن تعملو حد فيكن تعملو عادي طبعا مع هالاكلة بيتقدم اللبن او لبن مع نعنع يابس هلا انا حطيت لتر لبن رح اضيفه عليه حبتين توم برش حبتين توم برش وبعدين رح اضيفه عليه مليح و رح اضيفه عليه معلقتين نعنع يابس بس هيدا الطبق بتقدم مع المندي اضافة للدقوس زي ما قالت لكم الدقوس او الخضرة اللي فرمتها من شوي اللي ما عنده خلاط او هند بلندر او مكسر او هايدي الكبة فيهنو يبرش المواد برش البندورة برش البصل برش ناعم البقدونس فرم ناعم والتوم برش والاشر الليمون برش وبصير الطبق جاهز كمان هلا بخلط انا طبق النعنع عفوا اليابس مع اللبن منيح وهلا هيك كمان هذا الطبق صار جاهز عبين ما يطلع الجاج او الدجاج من الفرن والرز يتنبت منيح فيكم كمان حبايبي تعملوا مع جنب هادي الاكلة بصلطة خضرة فيكن تحطو خضروات بصل فجل كمان بتتاكل معاه في منو بياكل بصل اخضر يعني المقبلات انتو اللي بتحبو اذا حبيتو تضيفو صلطة اضيفو انا لا مكتفية بهالطبقين لانه هنه اساسيين مع المندي وهيدا اللبن صار خالص معانا زي ما قلت لكون يعني اللبن والدقوس خلصوا معانا بهالاسناء منروح منطفي تحت الرز اكيد بكون استوى معانا الرز صار مستوي متل ما شايفين والوانه حلوة ويعني استوى واخد حقه والدجاج كمان خلينا نشوفه كمان اخد حقه واستوى معانا وهدا اللون اللي بدي اياه انا تعريبا هلا هيك رح نرجع ناخد نطلع الصينية من الفرن ومنبلش ناخد الدجاج ومنحطه فوق الرز زي ما شايفين طبعا هلا هيك الدجاج هو خالص ومستوي ومتحمر واخد حقه والرز مستوي واخد حقه يعني بس هلا بدنا نطلع نكهة نكهة المندي اللي مدخن او المندي يعني تنحسوا انه عملناه تقريبا تحت الارض هلا بيجيب كمان واعة بحط فيها زيت وتجنبوا تحطوا الزيت بالسلفان لانه مو صحي ابدا بحط فيها نقطة زيت او يعني براس المعلقة الصغيرة بحطهم بالنص بشغل فحم سريع الاشتعال وهلا انا بدي حط الفحمة بس تشعل وحسة انه جمرت بحطها بقلب الزيت ومباشرة بسكر عليها للطنجرة وبضغطها مشان الدخان طبعا الفحم يفوت بقلب الدجاج والرز ويتشرب ويعطيني نكهة الدجاج اللي مندخن او اللي فيه طعمة الفحم والرز نفس الشي هلا هيك بعد ما طفت الفحمة ويعني اخدت حقها بدي ااخد الرز وطلع منه الجاج وبدي اسكب الرز بطبق التقديم ما شاء الله الوانه كتير حلوة عن جد وانا من عشاء هايدي الاكلة بشكل الوانه حلوة وملون ومستوي ونسري زي ما بقولوا هلا انا عم بقلبهم كل لون لحتة تتوزع الالوان مع بعضها وتتجانس ويعني يعطيني شكل للرز ملون ابيض واصفر واحمر زي ما شايفين بظل بقلب هيك وين بحس مناطق فيها بيضة او مناطق فيها حمرة ضل وزعهم على بعض او بقلب بعض طبعا مثل ما شايفين الرز عم يلمع وبيشاهي ومستوي يعني ما شاء الله اخد حقه وزيادة والالوان كتير حلوة والنتيجة حلوة اللي اعطاني اياها الكركم والزعفران واللي انا هيك قلبتن منيح مع بعض وعطاني اللون البدي اياه يعني عم حضره للتقديم هيك هلا متين مشايفين انا الرز صار عندي جاهز طبعا الدجاج لما حطيته انا بالطنجرة وحطيت الفحم عليه بعد ما اخد حقه من الفحم وريحة الفحم رجعت نشلته من الطنجرة حطيته على جنب وهلا انا رح ضيفه فوق الرز وهلا هيك بيكون معي الطباق تقريبا اخواني جاهز كل عادة عم زينه باللي موجود عندي طبعا الرز وجماله والوانه الحلوة ما بظن يعني بده زينة لحاله عن جده هو زينة بس يعني رتوش اخيرة قبل ما حطوه بع طاولة التقديم بس حبيبي حبيت اذكركم اني انا بعد ما سلقت الدجاج نص صيعة بالمصفاي مضغوط منيح بالسلفان بخار ما عم بيطلع منه عيروه لنص صيعة وبتشلوه هيك بيكون ثلاثة ارباع استوى والربع الثاني لما سويت الرز انا طبخت عفوا قليت وطبخت الرز ضفت الماء على الرز ورجعت المصفاي نفسه اللي فيها الدجاج حطيته فوق الرز وخليتهم مع بعض لحتى استوى الرز وعطاني البخار اللي مطاعم بالنكهات او اللي بهارات اللي حطيت على الرز طاعم فيها الدجاج وتشربها من المصفاي اللي فيها كان سقوب فبتضمنه هيك انه الدجاج اخد حقه مثل الرز بالبهارات تعيت المندي يعني للتذكير وهلا هيك تقريبا حبايبي صار طبقي جاهز للتقديم وباللي موجود زي انته طبعا رشة بقدونس هيك جمالية اكتر وهلا هيك صار خالص طبقي معاكن وهلا على طاولة التقديم طبعا هيدي اكلة فيكن كمان تستخدموها للعزايم يعني اكلة طيبة وبتبيض الوش وتشكيلة يعني زي ما قالتلكن هيدا طبقي صار جاهز ومثل مشايفين عن جد منظر حلو وشكل احلى ورز متفلفل وملون وفرايحي يعني الاطفال رح يرغبوه مباشرة يعني بدون ما تحتالي عليهم وطبق شاهي وكله فوايد وجنبه كمان النعنع واللبان هذا طبق اضافة يعني والدقوس الطيب واللي بيعطي نكهة للمندي وبيزيد لزة يعني بزيد هالاكلة لزة وطيابة والله اكل كتير بحبها ومن عشاءة انا جدا وعن جد منصحكم تجربوها وكالعادة رح دوق وورجيكم الرز كيف ملون واخد حقه بالاستوى واللمعان والدقوس معاها حكاية تانية يعني بتغنيكي انه تعملي سلطة او اضافات جنبها ما شاء الله تبارك الرحمن يعني بنصحكم تجربوه وصدقوني اكلة كتير طيبة وطبعا زي ما قالت لكم فيكن بتحبوا تعملوا سلطة معا اعملوا ولكن الدقوس جنبها بغنيكي انه تعملي اي حاجة خلاص عطاها حق على المندي وزيادة وهيدا اللبن جنبه وهيدا الجاج كمان مستوي واخد حقه ونكهته كتير طيبة يعني اكلة هي مدخنة هي رز بخاري يعني كل النكهات اجتمعوا بهالاكلة هلا هيك يا حبايب قلبي بدي لكم خلاص طبقي معكن اليوم واذا عجبكن الفيديو لا تنسوني بلايك وشير وسبسكرايب ودعواتكم السلام عليكم